بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد عبدالله باذيب بالعاصمة المواقتة عدن مع الممثل المقيم لمنظمة اليونسيف في اليمن بيتر هوكينز سبول تعزيز مجالات الشراكة والتنسيق بين الجانبين وتطرق اللقاء الذي ضم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التعاون عمر عبدالعزيز إلى التدخلات والمشاريع التي تنفذها اليونسيف ومنها ألية توزيع الدورة المقبلة من الحوالات النقدية وطريقة التحليل المصرفي ومشروع رأس المال البشري بمجال التنمية البشرية والاستثمار بالقطاع الصحي بالإضافة إلى الإجراءات المستكملة من الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية والطفل ومسح تعدد الأبعاد وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي على ضرورة أن تكون أولوية الدورة القادمة للحوالات النقدية تلامس الأوضاع الإنسانية وتصل للفئات المستحقة من المساعدات لافتا إلى سعي الوزارة لتطوير علاقة الشراكة مع المنظمة لتنفيذ مزيد من المشاريع المتعلقة بمكافحة الجوع والسوء التاظية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة